نحو المقاهي والمناطق الشعبية المتضررة من الارهاب في الموصلة يتجه رجال الدين واكاديميون لإقامة محاضرات ودروس توعوية لشباب حيث مركز تجمعهما لتوعيتهم من خطر الافكار المتطرفة نحن عندما نعقد مثل هذه المؤتمرات وهذه الجلسات وهذه الندوات أكيد هناك خوفا من ما مضى من دخول الافكار متطرفة ومتشددة على كل النواحي الدينية والاجتماعية والإنسانية أيضا نحن لازم نأخذ بالعلاج والوقاية قبل حدوث المشكلة الخشية من تنامي الفكر المتطرف في المناطق التي استهدفها مسبقا دفع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية للتدخل ومنها جامعة الموصلة التي أعطت اهتماما في هذا الجانب من خلال إقامة مؤتمرات وندوات مكثفة تصيب مواجهة الفكر المتطرفة والتعايش المجتمعية معظم الآفات الاجتماعية التي تواجهها القوات الأمنية تشترك بعامل مشترك واحد ألا وهو الجهل جامعة الموصل رسالتها القضاء على الجهل ونشر النور والعلم لكي يكون هذا المجتمع إن شاء الله مجتمع خالي من الآفات الاجتماعية وبدورها تستهدف المنظمات الدولية فئة الشباب بشكل خاص في المناطق النائية والقرى والأريافة كونها بيئة يسهل استغلالها من قبل المروجين للأفكار المتطرفة اليوم نشتغل بهذا المشروع بمحواري رئيسيين الأول هو أن نشعر نبني قدرات شباب من هذه المناطق المهمشة المناطق النائية حول التطرف العنيف حول الاندماج المجتمعي حول آليات المدافعة والمناصرة في سبيل يكونوا قادرين على هم أن يطالبون بحقوقهم في سبيل يحصنون الواقع الخدم بهذه المناطق ورغم إطلاق مستشارية الأمن القومي استراتيجية لمواجهة الأفكار المتطرفة لكنها تواجه تحديات التخصيصات المالية للشروع في التنفيذ وفق ممثليها في نينوى تعتبر نينوى من أكثر المحافظات المتضررة من العنف والإرهاب ولا زلت تعاني من آثارهما الواضحة على المستوى الاجتماعي والخدمية حيث محمد الحرة الموصل